أيام عصيبة تلك التي مرت وتمر على سوريا والأيام القادمة لن تخلو من الضيق سنحاول هنا أن نذكركم ببعض الإجراءات والإرشادات الواجب اتباعها قبل وعند حصول القصف تحضير كمية كافية من الشموع والكبريت ووسائل الإضاءة في حال انقطاع الكهرباء وبطاريات إضافية إن أمكن تخزين أكبر كمية ممكنة من المياه العذبة تجهيز مواد للإسعافات الأولية والمطهرات والضماض وضع الوثائق الرسمية والعقود والمستندات الهمة في حقيبة صغيرة تجهيز مضادات حيوية للأطفال والكبار بالإضافة للمسكنات وضع لاسق على شكل X على النوافذ حضر سوارا أو بطاقة اسمية صغيرة تحمل الإسم وأرقام هواتف جميع أفراد العائلة وخاصة الصغار لاستخدامها في حالة الضياع أو الطوارئ حاول توفير كمية من المعلبات والمواد المناسبة للتخزين التمر، العسل، المكسرات، الفواكه المجففة، مواد غذائية قابلة للتخزين بدون كهرباء خزن كمية معقولة مع مراعاة احتياجات الآخرين تذكر أن الحفاظ على سلامتك وسلامة أفراد أسرتك تأتي في المقام الأول ثم ساعد الآخرين لا تخاطر بحياتك وبسلامتهم وترك الأمور الأخرى للمتخصصين بها تعرف على فرق الدفاع المدني الموجودة في حيك وقدم ما تستطيع من المساعدة في حال القصف بالصواريخ حاول البحث عن النقاط الأكثر أمانا في المنازل تحت الأدراج أو الأسقف البيتونية الأكثر متانة وصمودا طلاء زجاج نوافذ بلون يحجب الضوء لمزيد من الحماية من القنص قد يتضرر الأطفال نفسيا من الخوف والرعب لذلك ينبغي على البالغين أن يحافظوا على تماسكهم أمام الأطفال والتخفيف عنهم عن طريق الغناء وقراءة القصص ربما وجود سماعات تخفف الضجيج تكون مفيدة حاول جمع أطفال آخرين معهم إن توفر مكان آمن فذلك يخفف من الانتباه والتركيز على الرعب الناتج عن القصف والانفجارات ويعطيهم فرصة أكبر للعب والتسلية وفي الختام نسأل الله لكم السلامة والنصر قادم لا محالة بإذن الله